بسم الله الرحمن الرحيم ولادي وحبيبي طلبة جريت فور سنة جديدة وسعيدة علينا كلنا يا رب هنبدأ شرح سوى الساينس وهنفهم أكتر عن الساينس ونحبه بس ما تنسوش اللي لسه ما تفرجش على الانتروداكشن ياريت نتفرج عليها حتفيتكو جدا قبل الترم بإذن الله ما تنسوش لو زي أول مرة تشوفونا ياريت تعمله وسبسكرايب للقناة وتفعله زر الجرس وتفرحوني بلايك وشير وكمنت على الفيديو وطبعا تنورونا على الفيسبوك الجروب والبير وكمان التليجرام والواتساب الشانل وبإذن الله السنة دي حنشتغل سوى ساينس وإي سي تي احنا بإذن الله اليونت الأولينية عندنا في الساينس بتتكلم عن الليفينج أورجنزم وزي ما شفنا في الانتروداكشن عرفنا يعني الفرق ما بين ونون ليفينج أورجنزم ونون ليفينج تينجز وعرفنا كمان أن كل ليفينج أورجنزم بيعيش في انفيرومنت بتاعته فعلشان كده ربنا خلق كل ليفينج أورجنزم عنده الحاجات اللي تخليه يقدر يعمل يقدر يكمل في الانفيرومنت دي من غير ما يموت وشفنا برضو في الانتروداكشن لو سمحته اللي ما تابعهاش يتابعها لأنها حتسهل علينا كتير قوي في الدروس بإذن الله كل ليفينج أورجنزم عايش في انفيرومنت عنده حاجات مختلفة عن الليفينج أورجنزم المختلف اللي عايش في انفيرومنت تانية يعني مثلا فيه ليفينج أورجنزم ربنا خلقها تقدر تعمل لنفسها وخلي بالك الكلمة دي هنسمعها كتير يعني ايه أدابتيشن؟ يعني ربنا بيخلي الليفينج أورجنزم قادر يكمل في الانفيرومنت بتاعته على الرغم من ظروفها الصعبة قوي ظروفها الصعبة قوي دي ممكن تكون إكستريم هيت للصن مثلا للآنيملز اللي عيشها في الديزيرت أو حتى إكستريم كولد للآنيمل اللي عيشها في البولر إيريا زي ما شفنا وعرفنا أسميهم بالضبط في الانتروتكشن إحنا كلمنا النهاردة في أول لسن عن الادابتيشن والسيرفايفر دي هنشوف شوية ليفينج أورجنزم وإزاي قدرت تعمل بروتكت ايتسالف يعني إزاي ربنا خلاها تقدر تعمل ادابتيشن علشان تعمل ديل أو تظبط نفسها كده مع الاكستريم هيت اوف صن ثري اكزامبلز اللي عندنا ممكن يعيشوا في الاكستريم هيت اوف صن سهلا قوي نفكر كده أنا مثلا أنا لو رحت الصحر أو لو أنا عايش في مكان حر قوي أكيد عندي حاجات أقدر أعملها آه فعلا ممكن نلبس كلوزس لونها فاتح شوية ممكن كمان أمسك أمبريل على دماغي علشان الشمس ما توجعنيش قوي ممكن أعمل حاجات كتيرة قوي طيب أنا علشان عندي مخ وبقدر أفكر وبعمل الحاجات دي كلها هستخدم حاجات من الانفيرومنت لكن الانيميلز والبلانت ما عندهيش الحدوتة دي ما عندهيش إنها تقدر تستخدم حاجات من برة فربنا بيخلق لها البادي بتاعها نفسه يقدر يزبط نفسه على الانفيرومنت دي تعالي نشوف الشكل بطريقة أوضح شوية عندي مثلا أول إجزامبل اسمه الستارد أجاما ليزرد بالراحة كده اسمه سهل ستارد كأنك بتقول ستار اللي الميس بتحطها لك لما تجاوب صح وبعدين ضابل آر وإيدي أو ممكن تكتبها كأنها ستار وبعدين لون هرد للستار دي وبعدين أجاما ليزرد الليزرد ده ده الشكل اللي قدامنا ده أقرب إجزامبل بنشوف اللي هو اللي زرد اللي هو البورس كده بس عنه كبير شوي اللي هو السحلية لو تسمعوا عنه طيب الستارد أجاما ليزرد دي ربنا خلقه بيعيش في الديزرد بس علشان ما يتحرقش فهو بيعمل إيه هو على طول نلاقيه قاعد في الشادرد أريا يعني تلاقيه تشيل طوبة كده تلاقيه قاعد تحتها تبص في حتة مستخبية ما بين روكس وبعضها تلاقيه قاعد فيها تحت شجرس وغنونة كده طالعة في قلب الصحرة تلاقيه قاعد فيها بالزبط كده هو live فين في الديزرد protect itself إزاي؟ بأنه هو بيعمل finding للshadowed area كلمة shadowed area جاية من كلمة shadow المكان اللي فيه الشادو اللي فيه الضل الشادو بقا بتاع روك الشادو بتاع شوية رمل فوق بعضيهم الشادو بتاع سبارس وغنونة أي شادو تلاقيه قاعد protect itself فيه طيب ده بالنسبة للأنيمر طيب فيه بلانت كمان يا ميس عايش في الديزرد زي البالم مثلا اللي بيطلع لنا البلح الجميل ده البالم leaves الورق بتاع البالم ده ربنا خلق له حاجة مهمة جد احنا حنعرف بعد كده ان البلانت زينا بالزبط بياخد الووتر دي وبيعمل زي اللي سويت نفس فكرة اللي سويت اللي احنا بنعمله العرق ده البلانت عنده بس بشكل مختلف شوية طب تخيل بقى لو البلانت ده قاعد في الحر ده على طول فيقعد يعمل اللي سويت بس مش سويت يعني زي بتاعنا اللي على شكله هو ده حيلوز الووتر اللي عنده كلها فيقوم ربنا خلق له الليفز بتاعته دي covered by wax layer عليها طبقة من الواكس كده عارفين زي فكرة ايه زي لما تبقى الدنيا برده خالص ونلاقي ايدينا بدأت تنشف كده اه تقوم حطالك ايه تقوم حطالك كريم على ايدك او حطالك على ايدك مية كده بنلى ايدك مية وتحط لك عليها فازلين نفس الفكرة بالزبط ربنا خلق البالم تري دي وخلق لها على الليفز بتاعتها wax layer تعمل ايه الواكس layer دي protect الليفز من الاكستريم hot climate ده تخلي الليفز دي ما تعملش لوز للووتر فتخلي الووتر جواها تفضل موجودة فتعمل protect للليفز يبقى اتفقنا اللي store the agama lizard هيفيند الshadowed area والبالم ليفز ربنا خلق لها wax layer to protect them من الاكستريم hot ده كلام ده ينفع للانيمال وينفع للبلانت اتفقنا بقى احنا عندنا مخ ونقدر نستخدم الحاجات اللي حوالينا فمثلا لو بصينا للهيومان بينج نلاقيه انه يقدر يعمل protect لا لهيمسولف انه هو يعمل using لأمبريلا يلبس light closes وهكذا ده اللي احنا بنتعامل به في الصيف عادي نلاقينا كده على طول في الصيف نحب نلبس قوي التيشورتات اللي لونها ابيض او التيشورتات اللي فتحة كده نلبس نمسك أمبريلا لما تبقى الدنيا شمس قوي اه علشان اتفقنا بقى احنا نقدر نعمل using لالثانجس اللي حوالينا لكن الليفينج أورجينيزم التانية زي الانيمال وزي البلانت ربنا خلق لها البروتيكشن بتاعتها تقدر تتصرف فيها هي بنفسها نرجع ونقول كل كلامنا ده ليه احنا استخدمنا الأمبريلا ليه اللي ستارد أجاما لزرد قاعد في الشادود إيريا ليه البالم ليفز عليها واكسي لير كل ده علشان نقدر نعمل protect لنفسنا من الاكستريم هوت او الهيت بتاعت الصن يعني عشان نقدر نعمل كلمة adaptation تاني يعني ايه adaptation دي حاجة characteristic للليفينج أورجينيزم حاجة ما يقدرش يعملها غير الليفينج أورجينيزم ولا حنلاقي التيبل بتاعتنا قاعدة في الشادود إيريا ولا حنلاقي التوي بتاعتنا اللعبة بتاعتنا عليها واكسي لير علشان الهيت لأ ما بيحصلش الحاجات دي كلها الادابتيشن ده كله related او characteristic للليفينج أورجينيزم طيب تمام عرفنا انها حاجة بتاعة ليفينج أورجينيزم بس اللي يقدر يعمل ليه بقت عملت the allowed change over time يعني كلنا نفس الحاجة يعني اللي start a gamma lizard عمل الحركة دي انه هو يفايند الشادود إيريا وابنه برضو عمل نفس الحركة وحفيده برضو عمل نفس الحركة اللي change اللي بدأ يعمله أول مرة نفضل ماشي جيل وراء جيل كل الليفينج أورجينيزم اللي حتيجي هتعمل نفس الحرك كل البالم ليفز اللي جاية من الليف دي حيبقى عندها نفس الواكسي لير يعني اللي change ده مش بنعمله مرة واحدة وخلاص لأ ده اللي change ده over time ونعمله كده ليه بقى to help them survive and reproduce طيب فهمنا يعني ايه survive ان احنا نفضل alive من غير ما نموت من غير ما يحصل لنا أضاي وreproduce يعني ايه لأ دهنا مش بس ان انا حقدر اعمل survive دهنا مش بس حكمل لأ دهنا كمان حقدر اعمل reproduction يعني ايه اعمل reproduction يعني اجيب living organism زي بالظبط يعني اللي start agama lizard مش بس حيكمل ويقدر يعيش في desert hot climate فيها عالي قوي كده لا ده حتعمل survive وتديني كمان start agama lizard تانية وتانية وتالتة وربعة البالمتري اللي عاشت دي وقدرت تعمل survive وتكمل مع ان الصن الهيت بتاعتها عالية قوي قدرت تعمل survive وكمان قدرت تعمل reproduction وتديني بالمتري وغنانة اهو ده الادابتيش حاجة characteristic اللي living organism اللي change بيحصل over time وhelp them to survive and reproduce طيب تعالوا نشوف بقى لو الحدودة دي مش على ال hot climb مش على ال heat العالية قوي بتاعت الصن لو هي على ال cool things مثلا عندنا living organism مهم جدا ده living organism بيعيش مش في ال hot بقى مش في ال desert بقى زي الشلة اللي فاتت لا ده بيعيش في polar climate يعني ايه polar climate اتفقنا في ال introduction في مكان اسمه ايا اسمها طويل شوية بس احنا حنسهل اول حاجة enter enter كأنه ولد اسمه enter بس هنقول اسمه بالانجلش وعيب اسمه enter وبعدين ك هارف السيل واحده وبعدين تيكا انترك تيكا انترك تيكا تمام هو عايش فين البنجون ده عايش في polar climate في مكان اسمه انترك تيكا وده ال cold ستبليس على ال ears دي اكتر حتة cold ربنا خلقها على ال ears كله تعالوا نشوف بقى ال بينجون ده بشكل اوضح كده ونتفرج عليه من قريب اوي ده شكل ال بينجون نبص كده نلاقي البازي بتاعه كله عليه feather وعليه وعليه فات هنشوف الموضوع ده بشكل مفسر المرة الجاية بس انا حبيت اوريكو شكله كده كله على بعض وعمل ازاي علشان المرة الجاية هناخد بالنا من حاجة غريبة اوي لو جينا بصينا على الفيت بتاعة البنجون ده هنلاقي فيها شكل غريب شوية ايه ده تعالوا نبص كده من قريب اوي هنلاقي شكلها كده الله يا ميس ده البازي بتاعه عليه feather اهو واللج معليهاش feather هو ازاي قادر يقف على الايس ده من غير ما يحصل له فريس من غير ما رجله دي تجمد ده انا يا ميس لو مسكت حتة الايس شوية كده بحس ان ايدي مش قادرة خلاص ايوة المرة الجاية باذن الله حنفهم كويس اوي ازاي البنجوين ده البادي بتاعه عليه الفيدر وعليه الفات ومتدفي اوي كده والليج بتاعته ربنا خلقها بالشكل ده اكيد ربنا خلقها كده لفكرة مهمة اوي يتخليه يقدر يعمل adaptation في الانفايرومنت الفيري كول اللي هو عايش فيها تابعوا الحدوتة دي المرة الجاية وحتعجبكو اوي باذن اللي ذكروا كويس واتمنى لكم كل التوفير